اشتركوا في القناة 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 حتى تحت المتوسط هل هذا هو نفس إحساسك سونيا لو كان تبعت تعتبر على العموم وأنه ما عادش فيما قدرة على التعبة والتذكير بشيكون هذا موضوعنا على الريبوندور هل أنه الأجيال الجديدة من التوينس أو التوينس اليوم ما عادش يحب يخرجوا يتظاهروا هل أنه قدرتنا على التعبة في الشوارع خصوصا القضايا الفلسطينية بدأ يفقد بريقه لأنه الصور اللي رينيها والحق ويقال ما تدلش وأنه صار تعبئة كبيرة من طرف المسندين للنظام والمعارضين للنظام والنقابات نفس الإحساس عندك سونيا أكثر من إحساس بالعين المجرد تشوف أنه ما كانتش التعبئة المأمولة خاصة حول قضية فيها إجماع من قبيل كل التونسيين ووقت اللي كذلك دولة مؤسسة الدولة ومعارضة ومنظمات وطنية تدعو إلى هذه التضارع وأخيراً تلقى معناها فيما يشتع بيئة كبيرة معناها بالعربي التوينسا ما خرجوش التوينسا ما خرجوش يبدو لي ما فهم عدة أسباب معناها نجموا نجموا نتطرقو لها على خطر يجبنا نحطه في بيئنا أولاً أنه تونسي تعب تعب طو سمبل ما هل أنو الأردني تعب أقل لا لا تعب التونسي تعب وما هوش مستنس برشا بالتعب يعني اليوم اهتمامات التوينسا والات تدور حول إيجاد المواد الأساسية أنه يكمل شهره بشي خلص كراه ولا لا بشي نجم يقري ولاد ولا لا دبرت بك وقعوة هوفا قالوا فاما روس في يعني شفت الاهتمامات ولينا ولينا اهتمامات معناها تقريباً الحيات اليومية مش حتى مش حتى الحيات اليومية معنا معاشية بحتة هذي من ناحية من ناحية أخرى زي دا ما ينزل ناش نستهانو بشبكات التواصل الاجتماعي تونسي اللي وقعد تليفونه فيه ووراء الكلافيين متاعو ويعمل بارتاجو ثلو اللي هي حركة نظالية صوف كما هوش يشوف فيه برشا برشا ناس صحيح لو كان تعبيت لبراح شوارع تونس العاصمة والمدن الأخرى والمدن الأخرى بالألاف اللي اللي يتظهروا كانت تكون معناها صورة جميلة ورسالة قوية مع الأسف معناها من أجل اللي كنت نقول فيه الكل يبدو لي أنه حتى حد اليوم مو قادر على حتى قضية أنه يقوم بتعبئة الشوارع زياد الهاني نجيب زيري بش نعطيكم رقم حسب مصادري البارح في تونس العاصمة عدد الموجودين كان أقل من 2500 نمشي وفي فكرة أنه رقم ضعيف زياد ونحاول ونفهموه كما قالت سونيا هل أنه الكلمة قالت لسونيا تفهموا تراه معقول تراه أنه ناس تراه اللي دخلت في جيل ما هو شي مغروم ياسر بالتظاهر في الشارع هو فشل للجميع وإلا نقبلوها رقم وقولوا به هذه تعبئة مهما كان هي تبقى تعبئة ونظن ثم الإشكالية بتاع اختيار الموعد والتوقيت حب نذكر اللي هو في وقت بتاع عمل خدمة شكنت تقترح أنت نهار سبت خير ربما السبت أو لحد كانت تكون مظاهرة فنتي ذخمة وإلا اليوم كان عندك ديوم نهار الجمعة وتبيعتها في بعض سلات الجمعة تمام إمكانيات حشد ومتاع تعبئة لكن نحن نعط المظاهرات الكبيرة كان ديما يقع تنظيمة حتى وقت منعلي اللي رحم وقت العراق وكذا في اللي يام بتاع الراحة بشي تم الحشد والتعبئة وكانت تجي معنى الناس حتى من الجهات وكذا وتتلب خطر كانت مسيرات وطنية كانت تتلم الناس كل لكن أنا اللي يؤلمني أنه في المشهد هذا اللي هو دي كان مشهد عظيم في تلقائته وفي روح التعاطف اللي فيه وروح الانتصال للكرامة اللي فيه والتحدي كذلك اللي فيه وقت اللي نشوف أنه النيابة العمومية تتدخل وسمحني بشي تستعمل الكلمة فيمتي بكل وقاح بشي تمنع شيء مع عيسى وتمنع لازهر العكروي هاتو نرجو نحكي وعليه يشاركوا في لحظة الغضب اللي واحدة تتوانسة كله هاتو نرجو نحكي وعليه نجيب الاتحاد كان موجود الحزاب كانت موجودة الرئيس الرئيس جمهوري اخذي موقف تاريخي صار عليه جميع حسب رأي عمره مساء بتاتل من تونس بعد الاستقلال في مسلا متاع قضية خارجية هل انه عادت نتبدلت ام زيدا خلينا نقولها بصراحة هل انه القضية الفلسطينية فقدت بريقة في بلاد عندها علاقة تاريخية بالقضية الفلسطينية شنو التفسير متاعها ما يمكن اعتباره نوع من الفشل القضية الفلسطينية مراد وحسب صبر لرا عمله الامريكيين عندك تقريبا في تونس حوالي 99% ضد التطبيع ومع القضية الفلسطينية في الجزائر تقريب 99% في المغرب في حدود 85% وانتي من طلع تبعا على التقارير السرية متاع الامريكيين اكثر منها الكل اللي هنا مراد القضية الفلسطينية في وجدين التونسي ولك 2500 نهار خميس معقول عدد مش شخيب وثانيا اللي المسيرات في تونس وانا اختصاص مسيرات كالك رهبة مزوط ما تسخن كان بصيف وكان سخن معاش تسكت عراه المسيرات على الدوام اللي نتذكر فيها كل كانت الفلسطين هما في ديارهم ويجيهم السوير خضربوا فيهم اليوم بدأت الانتصار 7 اكتوبة ريال مقاومة هي بدأت العملية معانت هالناس فرحانين من بعد في اللي في 3 يام الأخرانين بدأ القصف والقمع الاسرائيلي نجموا كل مذبحة قاعدين نعكيوا على المذبح التوم في 3 يام له هذومة معانت المسير تجاي بش كون اكثر واكبر بالضرورة لان اليوم نشوف في اطفال وفي شيوخ وفي نساء قاعدين يسحلون وقاعدين يقتلون انتي مرجع ارجع للتوينس عليش الارقام اللي كنا ننتظروها من مصر الدنيا هكي لا مش مصر الدنيا هكي لا عادي انا عندي 25 نعم نعمل في المسيرات ديما المسيرة اللي ولا دب دكيك ايه هتا وشوف انتي مسيرة اليوم ومسيرة نهار السبت ومسيرة نهار الاربع الجاية هو فم دعوة مسيرة اليوم باز يخرجوا لعبات وبدون دعوات لانا زد ما عاش مسيرة المنظمة ديما تلقى العدد بتاح ما صيرت تصير عفوية ما صيرت منظمة سونيا حتتصبح على مسألة مهمة وهو هذا الواقع هو انو مسألة الديجيتال بالنسبة لصغار واخذيتلي الكلمة كنت بشو نقولها بذلك الصغار والشباب نقص اليوم زياد يقول كان اخواني في جروب هبطت تصويرها متاع غزة نساندها بروحي وبجوارحي فوتو بروفيل فري بالستاين ولا فلستشين كما قالت زميلتنا الاخت الانستغرام وزي ويكفي غادي يعني ايش انا بشوق عدنا التحم مع الناس على ارض الواقع ينجم يكون هذا تفسير ولا هذي جزء من الواقع صحيح هي جزء من الواقع متاعنا بنذكر للشباب هذي في غلب ما هوش متعود كل شباب رو حتى الثلاثين وخمسة وثلاثين رو مش قاعد نحكي على عشرين فيغلب ما هوش متعود بهالحركية النظالية بتاع نزول الشوارع وانتي لاحظ حاجة الجامعة قبلنا ستخوض بالضبط وانا بالنسبة لي انا هي المحرار الجامعة ستخوض مخدرة اليوم اليوم مخدرة اليوم أنا البارح بركة جاتي بنتي خليتهم اليوم عملوا احتجاج تقرأ في مؤسسة جامعية فمتي خاصة ما منعوهم قالوا لهم لا ما تظاهروش فعملوا اليوم فمتي عريضة وعلى اساس انه اليوم بيسلموها فمتي للإدارة فتحس انه تم حاجات تبدل في مجتمع فما جو أمني خوف شوية القريتون نظام الموجود والأمن الموجود ووزار الداخلية ما يشتشجع برشا على التظاهرات في السنوات الأخيرة لا لا شنو ما دخلوش في المواضيع حسيسة لا مش مواضيع الحسيسة فما جو أمني هذا مما لا شك فيه في كل ما لا يتعلق بالقضية الفلسطينية خضر اليوم احنا رئيس الجمهورية هو بمثابة المقاومة الأكبر على المستوى العربي فبش يكون الأمن منسجم مع إرادة الرئيس وسياسات الرئيس وسياسة تونس بما أن سياسة الرئيس التونسي منتصور اللي منع التظاهر من طرف مؤسسة تعليمية خاصة عنده علاقة بالخوف وإلا عدم نزول التونسة للشارع عنده علاقة بالخوف إلا تونسيقل بعد لأنه كذلك من نظم التظاهر لأنه فقد هو زيد شعبيته وبريقه بعد ما نسمع الفلاش الفو صباح الفول من جديد مرحبا بكم على EFM في المتين الفل مميسي impossيبل برهان يغيب علينا اليوم عن الربوندور إذا كانت تحب تتفاعل مع موضوع اليوم 71 194 194 71 194 194 194 هل أنه فقدنا القدرة أنه نعمل مظاهرات مليونية ناشحة في تونس عليش مظاهرة البارح في العاصمة جلبت هالعدد الضعيف هل أنه تغيرت الممارسات وهل أنه تفسير ونجيك سونيا هل أنه الأطراف المنظمة هي ممكن لفقدة بريقة ومش القضية الفلسطينية وما هيش مشكلة الشباب حتى بالنسبة للاتحاد أقل من 2500 حاوسوا في 2000 شخص منجموش نعتبره نجاح ونمروا عليه مرور الكرام نجمو حتى نعتبره فشل ذريع هو فشل ذريع لأنه اليوم مع الأسف كل الأحزاب بطبيعة الأمر بفضل السياسات الحالية فقدت فقدت كل إمكانية للتحرك وهي أصلا فقدت بريقها وفقدت مصدقيتها من في العشرية الأخيرة التوينسا ما عادش يؤمنوا بالأحزاب ثم جيت هذه النظرية متع هدم كل الأجسام الوسيطة التي أتى بها رئيس الجمهورية فما وكأنه تأكيد للتوينسا أنهم لحزاب ذو كمرام انتهى أمرهم حتى إذا كانوا ناشتين وكانوا موجودين اليوم تقريبا ما عاد نشوفه حتى شيء المشكلة في الاتحاد الاتحاد اللي هو كان دائما قوة في تونس الوحيد القادر على حجد الألاف ونتذكروا دور الاتحاد في 14 جنفي ودور الاتحاد تلت العشر سنين تلت العشر سنين والسيدامات مع السلطة مع النهضة مع النهضة مع الترويكا واللي صار في العشرية الأخيرة اليوم يبدو أن الاتحاد فقد مصداقيتها أو فقد قدرتي على التعبير وفقد كذلك من خطر أنت وقت اللي تعلن على مشروع واجتماعات وناس تكتب وكل أمبعد تختفي تماما ولا نسمع ولا كان صوتا فما إشكال كبير متاع مصداقية ناجموا تتفعلوا معنا على 91 194 194 71 71 71 71 194 194 وتضغط 2 وتسجل رأيك ممكن زيدة زيد لهاني وهو كذلك يعرف الشارع الاختيار اليوم ما كانش اختيار ناجح أنا عندي ناس تتفعل معايا قلت لي تقول لي هنا راني نخدم هنا مرأة نخدم مو ناضلة أما راني ما ناجح متفاذا كان نهار لحد رأو نهار الخميس في وسط الأسبوع صعباً مش معنا سيتا نارجومو يقبلوا نجيب شنجيك على تيران تيران المفضل متاعك وهو نعدام قدرة الاتحاد على التعبئة ومش الاتحاد باركرة الفاق المسار أحزاب أخرى البارح دعت للتظاهر لكن كذلك حتى الأحزاب القريبة من سيد الرئيس دعت للتظاهر بارح البارح لعددنا في تقديري لأنه نهار خميس ولأنه الظروف الموضوعية لكل مع المسيرة هذه العدد معقول كبداية نعود نقول لك نهار 17 ديسمبر وقت الثورة تقريباً نفوت عشرة من نفس محمد علي القضية الفلسطينية تعرف لفل آخر لا القضية الفلسطينية مزلت لأنه قد لك القضية الفلسطينية مزلت اللي هيمة مش طولت هاشوف المسيرة بتاع بيت القرد ومش تكون كبيرة والاتحاد بشي عبي لأنه دعاية المسيرة تمس فلسطينية والاتحاد بشي عبي لأنه دعاية المسيرة تمس فلسطينية مش شربت قاوة تكن تيلو لا شربت قاوة فيه مش قاعد نقول بالباهي بالباهي عشري خمسة وعشري انا نختلف نختلف في ممارس في ممارس قيادة الاتحاد في العمل النقابي في علاقة بالقضية الفلسطينية موقف الاتحاد مشرف عبر التاريخ والحد الان ما انت البير حطبوبي ما انت في ينقد في اه نقد لاذا يعطيه الصح وكذلك في علاقة بالعمل النقابي في علاقة بالموقف السياسي من قاعد يصير الاتحاد نختلف ما في الموقف ومعقية الاتحاد والمناسرين للرئيس قيس سعي شو ما هابطوش البرح بعدد كبير لانو مدعاش الرئيس قيس سعي مش مدعاش مدعاش في كلم وفم تضمين انو الشارع التونس يتفاعل الشارع التونس يتفاعل المسير يتلناك كدولك المورد هوسكو بلي كندي بيش تكون مسيرة كبيرة ياسر في ينظموها مناسر الرئيس ينظموها مناسر الرئيس عتينا نهار تقريبا تقريبا من هنا للجمعة الجاي من هنا للجمعة جاي وقاعدين يناقشوا في النهار وبسكون مسيرة كبيرة تعبر على إرادة الشعب التونسي والوجدين بتاعة القضية الفلسطينية هذه مزال نعود المسيرة عبر التاريخ في تونس تبدأ هكاكة رأوا وانتي كبداية الفين وخمسمية بدون طبعة بالناس ما جاتش من الجيات في وسط الجمعة نستخدم مسألة عادية مرد أنا لأن نقول لك مسيرات رسيش إبن المسيرات وناس صغير كبداية مسيرة في الفين وخمسمية أنا نقول لك العدد مش خير حتى في وقم المنقبل هكاك زياد ما نجموش ما نحكيوش على دور الأحزاب أولا البارح شوفنا أنا لديتهم أفاق تونس والمسار اللي كانوا موجودين والاتحاد على فكرة يبدو لي أن سامي تهري قاعد يبعثي مقبلك أحب يدخل بطيطر توضيح إذا كان حسيم ينسقلنا تدخل سامي تهري في هذا الموضوع زياد القضية الفلسطينية حكينا تنظيمين أن تعتبروا أنه نهار ممكن ما كانش اختياره موفق جدا به لحزاب والمنظمات النقبية والمنظمة لقبية والاتحاد في هذه وحتى مناسري الرئيس على العكس ما قالوا نجيب فما كانت مجموعات على الفيسبوك من مناسري الرئيس دعات وأنه ناس تهبت للشوار على البارح شكور نحب نذكرك مجموعات لا فميش حزي في مصر يخلس معه زياد نحب نذكرك بلي تحركات النظلية دي ما تبدأ مربوطة مناخ عام ومناخ العام هذا هو من شأنه أن يحفز أو من شأنه كذلك أنه يحبط أنت تعرف أنه كل المسيرات التي كانت تنظم لقودها الاتحاد بالذات تسبقها جلسات تنظيمية الاتحاد أنه يكون راعي الأساسي للمسانتة وكل الأطراف يتشارك فيها تحدد الشعرات والتواجئ إلى خيره اليوم الشركاء الأساسيين للاتحاد في العمل النظال يوم مجد في الحبس الناس اللي كانت تجتمع على طول الاتحاد هما جابت الخلاص عيسام الشابي مجد الخلاص تحكي على الجمهور غازي الشواشي مجد الخلاص مهواش المناخ مهواش صحي خليني نقول يخلق حالة مش من الإحباط وأن ما فمتني حالة من البرود لا مش حتى حتى البرود تقول إيش حالة من الخوف تقصد حالة من الخوف زي دا المنظيم ما يخافوش يا موراد أنا حبيت نوسع رقعة المنظيم مهواش نحكي على المنظيم بارك نحكي مهم إيجي أقول لك حاجة مهم هم الطالعة قطر هم في المتني يمشي ونجي الناس معهم الشباب يجي معهم الطلبة يجي معهم حتى في قفع عائلتهم ناس يجي معهم حوم هم ونجي معهم ونظيم يجي معهم ذوك ثم هالمشكلة فمتني هذية المشكلة ثانية خلي نسمعو زياد ونبعد نرجعلك حاد دروا نحكي على شي معنا نظر اي باسو لكن حبيت يدخل هو طلبا ويدخل معنا سيميتاري على هاي الإداري الاتحاد العام تونسي للشغل سيميتاري صباح الفل صباح النور العام المساعد صباح النور لك وكل الحاضرين معك وكل مستمعين نحب بيك صباح الخير يا سيمي طلبت الدخل ممكن تحاول من الدخل مرحب بيك شكرا أنا عطيت عطيت للتوضيح رقم من مصادر أمنية بدون اللي احنا الولانين اللي عطيناها رقم هذي وهو رقم قريب من الواقع انت تعتبر أنه ما بين الفين و الفين و خمسمائة مشارك في المظاهرة البرح رقم محترم يرذيك نحب اولا سعنصح الرقم هو ما يقارب او يفوق 3 بمصادر أمنية ماذا والدرون تتصور وتكيل وهذا مهم السنين أنه المسيرة كانت طويلة اه إذا كنتعرف اللي هي انطلقت من ولاية المتعدة انطلقت بالنسبة المحامين من بابابنات و الكثير من المشاركين يمشي خطوات وبعد ما يوصلش للأخر يعني شارع الحرية في بداية الاتلاقة كان معبي وكان يفوق 3 أغلب الحاضرين موظفين يخرجوا وقت الفطور دونك الغسرة الوقت انتع الخروج المسيرة شاركوا فيها بما يمكن ثم يعمل باصع ثم يعمل مئتين متر ثم يصل حتى الاخر ثم ينطلق بش يفطر بش يرجى يخدم ماذا عمل لماذا تم اختيار الخميس هو في الحقيقة اللجنة اللي اجتمعت اختلفت بين الخميس والثلاثة والأربعة حكم أنه ردة الزع يجب أن تكون سريعة صحيح وهذا معقول للتوضيح قالت لكم عليش موش نهر لحد يعني اختيار الوقت مكنش هكيك نهر الخميس ثم يكون طاعة نهر سب صحيح أما الفكرة هي أنه سرعة ردة الزع يجب أن تكون هي القاضحة هي المنطلاقة بش تحركة أخرى تقع في المدة الحدث هذا مش تكون عشرة أيام وخمسة أيام مش تقول والمحة والإبادة سيمي تاهري يعني نفهم من كلمك وأنت على العموم تعتبر أن الرقم محترم ومرضي شوف أنا حكيت الأرقام هذية فبارش ما يتقال أنا وقت عملنا التحرك ومش قضية تقع أرقام يجب يوصل الصوت ومع العلم أنه سبق نعط لحد وثنين وثلاثة وثربعة أنه الولايات تقريبا لكلها تحركت هذا مهم جدا يعني مش كان العاصمة صحيح صحيح حكيت هذا الفشل الزريع هو نوع من المحاولة يعني توصيف للإحباط هذه كلمة كلمة سونية دهماني به كما كان يقول أجيب الانطلاق قديمة تبدأ كاكة وتتواصل وتتعمم حتى التعب الوقت لم يكن كافيا في ذلك الفعاليات اللجنة تفكر بفعاليات متنوعة مشكلة المسيرات سمع أرشتا ويمكن يقع الاجتماع اليوم العشية لضبط خطة جديدة من المتواصلة يعني أنت بالنسبة لك ساميتاري تنفي تماما أو مش في تفكيرك وأنه اليوم سواء الالتحاد وإلى الأحزاب أو حتى مناسرين الرئيس فقدوا القدرة على التعبية روحنا نجم نجم نفكروا في الموضوع من غير ما يكون في قدح الالتحاد موضوع مطروح ما يقلقش القدح ما يلزمش استغلال رقم هكما مش نقول الناس فقدت لا أول أنا وقت تحكي لي سواء الانترنت والشبيبة اللي تحب تنظل في سيدي أمس اشتر المسيرة يعني شباب وأطفال وأنواع من الأجيال كل موجودة بالعكسة شبيبة هبتوا أم جروب في الجامعة وجوه يمسوا عن رجلها من الأكثر من دو كيلومتر هذا الأحكام المطلقة والاستنتاجات اللي نحب ومبعد نعمل عليها قياس وهذا في كيلهم شوية ترسيب طبعا طبعا نحن نتسأله يا سامي نتسأله نفكره في الموضوع المناخ اللي يحكي عليها زياد رأوا مؤثر بالطبيعة رأوا البلاد عايشة عايشة في 30 أحبار يعني كنحبوا نحن الحرية في فلسطين حبوا عائدوا في تونس كنحبوا الشعب يحقق يردوا في فلسطين يحقق في تونس وقول تحبش ليست ولا يمكن أن تزول قال تحبوا تحبوا فلسطين حروا بلدانكم الشعب العربي اليوم اللي يارزح طاعة العلمة ما ما ينجمش يكون فاعل في عملية التحرير وقت هو ممنوع من الاحتجاج وممنوع من التضاعف لكن هذا ما يعني في مسألة القلية فلسطينية الحقيقة السامي تاري ما عادش عندي برشا نسل سؤال حاول جاوبني في عشرين ثانية إذا كان مسير أو تنيس معنا نجيب تزيري يدعو إلي مسير أو تنيس تلم الناس الكل يكون حاضر فيه الاتحاد من جديد في الأهمية النقبل حتى معاد تنسيقيات ومناسرية رئيس الجمهورية لا نحن عندنا لجنة هي التي ستدعو وإذا خطر ينسل التقينا في شارع برقيم بأطراف أخرى كثيرة مش موجودة معنا في اللجنة المهم أنه ثم قضية وحدنا اليوم والقضية هي التعامل معها يجب أن يكون موش بالتوظيف السياسي ولا بمحاولة التشكيك بأي طرف القضاء التعبى أروا من نحب نعمل الاستعراض سامي خلينا نفكر معك نجم نعطي وراي في الموضوع يا سامي شكرا لكم لازم نشكر سامي نتعدى لنفوت رفيق سبعة وثمانية واربعين دقيقة الوقت يدهمونا شايم شايم على EFM أحلى غاديو سامي تاهري اليوم قال كلمة باية على نجيب تزيري وقال كيف ما قال نجيب تزيري واستشهد بكلام نجيب تزيري تشوفه معنا في غياب برهين تغير التوازنين رفيق روى يا رتلة لحلة الديمقراطيين من دخلوش هذا نختلف في الممارسة بتاع القياد في العلاقة بالعملية سياسية لحظة تاري خالز من سجلوها سونيا في أقل من دقيقة سامي تاري قال لك بربي الفشل الذريع ولكلام هذير وفي إطار نرى والاتحاد إذك هو معنا نحكيه على تعبئة الشارع وشكور اللي قادر نتفهم أني كلمة فشل ذريع توجع وقلتها بكل مرارة على خاطر أنا نمن اللي يجب تكون فما قوة قوة في كل بلاد وخاصة تونس في الظرف هذا اللي تعيش فيه حكم الفرد الواحد اليوم تقريبا معتعنا حتى حد ينجم إجابه هذا النظام اللي تعيش في تونس وخذنا أنه انتهى ولهذا قلتها بكل مرارة ولازم كل واحد يعمل مراجعات إذا كان اليوم نعتبر اللي إن شاء الله حتى 3000 هبطوا للشارع في قضية تجمع كل تونسيين نوع من النجاح فعلى الدنيا السلام فما شكون زيد رأي يقول وتوجبونا في الريبوندور 71 194 194 وتضغطوا على 2 وتسجلوا رأيكم فما تفاعلات تعنيس تقول لك أنا منحب بش نمشي المظاهرة يتكون محزبة مثلا من طرف معارضين الرئيس قلتك أنا لاني مع الرئيس ولاني ضد الرئيس ومنحب بش نوع المظاهرة هذي يستغل مجودي خوفا أو بطاة ظهرت وكاني مستيس في ثاني تيم في بطاة المسيرة تجيبش كوني كبيرة رأوا ديمة بش نجيبه الكيران المسألة عادية أول مسيرة عبر التاريخ موش صحيح رأوا المسيرة ذكرنا شامي تاري رأوا الناس خرجت لا والمسيرة في العاص ما نحكينك في سوسا في نابل في السفيقس هي ماذي يترككم الأشياء النظال جيب المراكمة فما ناس كانت لها الحرية وأنه تخرج تظاهر زيت وفما ناس جيشت عليها قوة أمنية تونسية وما منعتها من حقها في التظاهر هذا اللي صار زيت بنسبة الشيما عيسى ولازهر العكرمي أنا نحب معناها باختصار باش نجمو نحكو على بعض القانون يا زينا معاك كل الكلام أذى بكل أسف وبكل وجع وبكل فمتي ألم شيما عيسى ولازهر العكرمي والعياشي الهمامي عملوا في نبلاق وبيان فني قالوا فيه اللي هم راهم باش يشاركوا في المسيرة فمتي ألم أنا حب نتكر هم ثلاثة مضربين بقرار فمتي قضائي بتحجير السفر عليهم وبمنحهم من الظهور في الأماكن العامة والقرار هذا يعجيب وغريب لأنه مجلسة الجزائية تحكي الظهور في أماكن معينة هم عملون في الأماكن العامة لا عندهم الحق يمسي في كياس لا عندهم الحق يمسي المرشي لا عندهم الحق يمسي في مغازة عامة ولا يقعد في قهوة يعني هو نوع من الإقامة الجبرية المقنعة المقنعة بشو كيفش يقعد تلاعب في متي بالقانون أكثر من هذا القارات تظيف لي تعنوا فيها بالنسبة للزر بالنسبة للشايمة شو صار البارح؟ أكثر من ثلاثة شهور اليوم اللي يلف بتاحهم طيش ما يجاوبوهمش شو صار البارح زي اللي صار الصباح أنه شايمة وقع الاتصال بها هاتفين وقالولها راه ثم تعليمات من طرف الأمن بو الأمن خطيه هو يبلغ في الوحدة من طرف الأمن من راهو تعليمات السيد وكل جمهوري اللي بتقرش من دار بتاعك وثما جات سيارة أمنية وقفت لها فيني قدام الدار بالنسبة للزهر العكرمي جاتوا مكالمة هاتفية فيني من الحرصة بتاع المنطقة قالوا لوجينا عنا حاجة تمك في المركز من عشرة بتاع الصباح مشي لهم غادي قالوا لو عنا تعليمات من السيد وكل جمهوري في أريانا أنك فيني باش تشد في انتي دارك بالنسبة للعياشي الوضع متاعه فيني كان مختلف فعلاش حب نذكر اللي شيمة ونزهر كانوا مجه كانوا موقفي كانوا معناها في السجن وعطاهم كالأفراج الموقع يعني غدوة ينجم بجرد تقلمي أو دير جرح من الحبس ويكان العياشي الوضع متاعه مختلف والعياشي تحدى وحضر في المسيرة فنتي فنتي هذيك وأكد أنه روما نجم حتى حد يمنه باش يضرب مع فلسطين نياب العمومية طب في قرار حكم التحقيق قرار حكم التحقيق هذيه في قانو لي ريب العملو عشر سنين شبهه ما بدلوش شبه ما بدلوش مرينيش برش عبدا يتطبق في القانون حكم التحقيق هو عمل القرار نياب العمومية شبه قيس سعيد ما بدلوش به هاو طب شوف الملضاب بتاعهم وزيان شبهوا ما بدلوش طب مجلس نوع مقترعات شبهكم ما ترشحوش عبدو بدلو عملو مقترحات عشان اش بيه من نوعية بيبدل السلطة التشريعية اذا خاطر يساعدوا بشي حكم به بشي لا 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 مش اي عاجل عطفاء الرئيس تو كمانتك يجد تشايمة وواحد بش تجيب ملايين تو هك كمانت المسيرة لا ما هذي قرار قضائي النيابة العمومية دورة طبق قرار عكب التحقيق سونيا دهميني عشانية قرار غير مسبوق معنا عايتو العابد قبل مدارة نقولول تشد مركز الحرس تو هكت في وقت بناعليت اي دا غام حصرين مرجعنيش كمانيه كيما تقولي خل المسبوق تقولي غير مسبوق مسبوق بنالفينو حتي كيفش معمليش تينيش متخرجش من ديارة تينيس تخرج من ديارة ماتخرجش من ديارة سونيا عز عش هز مرهم بسيس البنزار تقالها هتسب في شوها دي هم شوها دي تسب فيه عامة اجرائيا تاكليش في السياسة اولتي اجرائيا هو النص مطلق. والقضاء اجتهده من غير ذوق. من غير ذوق. ذوق قانوني. اجتهده في انه بعض الاماكن تصبح الاماكن العامة. على خاطر النص ما عارفش شنو ما شنو ما بعض الاماكن. مثلا ما تقعدش في قهوة. ما تمشيش المسرح. ما تمشيش السينما. احنا ليه? الاماكن العامة. دوب ما تخرج من دارك اصبح مكان العامة. مش غلطة النيابة ولكن غلطة المشارة. غلطة المشارة. قدلت القانون. بعد شوية مكملين في اميسيون امبوزيبل مع بورانة بسيس على ايافام احلى غاديو ايافام